للمرة الأولى من 14 سنة رح يتغير الحزب الحاكم ببريطانيا خسر حزب المحافزين بيادة رتشي سوناك الانتخابات العامة وربع حزب العمال اليساري الوسطي بيادة كورستارمر رئيس الحكومة الجديد إجا تصويت بريطانيا لصالح اليسار بعكس توجه أوروبا واسع لليمين فليش تخلت بريطانيا عن حزب المحافزين؟ بال14 سنة اللي حكم فيها حزب المحافزين شهدت بريطانيا تقلوبات كبيرة أهمى الانسحاب من الاتحاد الأوروبا ويلي لحقها تخبط بالحكم عند المحافزين من استقالة تيريزا مي وصعود بوريس جونسون وسقوطه وحكومة ليسترس يلي ما استمرت أكتر من 50 يوم قدر حزب العمال يستعمل فوضى حزب المحافزين وفضايحه وفشلوا بتحسين الاقتصاد كنقطة مهمة بحملاته الانتخابية تحت كورستارمر قدم حزب العمال نفسه كبديل فعال وبراجماتي عن حزب المحافزين تخلى ستارمر عن توجهات الحزب اليسرية اللي كان رأسها زعيم الحزب السابق جيريمي كوربن وتراجع عن بعض المشاريع اليسرية مثل إلغاء رسوم الجامعات وتأميم شركات الطاقة والمي بالاقتصاد تعهد الحزب بتحسين مستويات المعيشة وعدم رفع الدرايب وتخفيض فواتير الطاقة وزيادة فرص العمل بمجال الطاقة والتعليم وتحسين خدمات الهيئة الصحية بسياسات الهجرة رح يمنع الحزب تنفيذ خطة سونك بإرسال مهجرين على رواندا بالمقابل رح يشتغل على إعادة المهجرين يلي انرفضوا الطلبات للوجوء تبعهم وإنشاء قوة لمراقبة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية بالسياسة الخارجية رح يدعم الحزب الناتو أوكرانيا ورح يصيغ اتفاقيات أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بالموضوع الفلسطيني طوى الحزب العمال لياخد موقف واضح من العدوان الإسرائيلي على غزة ويطالب بوقف اطلاق النار قيد ستارمر بعد 7 أكتوبر حق إسرائيل بقطع الكهرباء والماء عن المدنيين بغزة الشي اللي دفع الناخبين العرب والمسلمين لمقاطعة حزب العمال كلفت هات صريحات حزب العمال مقاعد مهمة بدواية الانتخابية كان متوقع أنه يربحها وراحت الأصوات لمرشحين داعمين لفلسطين مستقلين أو من أحزاب صغيرة